مرحبا طلاب الأعزاء سوف نبدأ اليوم جولتنا حول الوحدة الأولى لمادة اللغة العربية للمستوى الثاني فهيا بنا سوف نبدأ عزيزي الطالب بالتعرف على محور من نحن هذا المحور عزيزي الطالب يتحدث عن تساؤل عن طبيعة الذات كما ترى المعتقدات والقيام الشخصية الجسدية والنفسية الصحة الروحية والاجتماعية أيضا العلاقات الإنسانية بما فيها العائلات والأصدقاء المجتمعات والثقافات الحقوق الواجبات وغيرها وكما ترى عزيزي الطالب دروس الوحدة الأولى في كتاب أصدقاء العربية كتاب الطالب الدرس الأول صباح الخير هنا أهداف هذا الدرس أن تستخدم مفردات ضرورية للحياة اليومية تتعلق بالشخصية أن يتعرف الطالب مسميات أفراد الأسران يستخدم بعض الأفعال الضرورية للحياة اليومية أما عن المهارات الكتابية والقرائية هنا سوف نتدرب على الحروف التي أمامك كما ترى هنا سوف تميز بين المدود الحرف الألف والوا والياء التمييز بين حرف الس والش وتذكير بأسماء وأشكال الحروف من ألف إلى يا الدرس الثاني عدنان وطبيب الأسنان هنا في هذا الدرس سوف تستخدم مفردات ضرورية للحياة اليومية أيضا سوف تستخدم مفردات تتعلق بأجزاء الجسم ومسميات أفراد الأسرة أما عن المهارات الكتابية والقرائية سوف تتدرب على الحروف تا وطا أيضا سوف نتدرب على اللام الشمسية والقمرية سوف نركب كلمات من مقاطع نركب جمل من كلمات سوف نتعرف على تنوين الفتح والضم والكسر الأنماط اللغوية في هذا الدرس هي أسماء الاستفهام ما، من، هل، كم، متى وماتى أما عن الدرس الثالث أين قلمي هنا بهذا الدرس سوف تستخدم مفردات ضرورية للحياة اليومية سوف تميز بين التاء المفتوحة والمربوطة أيضا تستخدم الضمائر أنا هو، هي، أنت وأنتي تستخدم الظروف فوق، تحت، داخل، خارج، أمام، خلف، وبجانب أما عن الدرس الرابع، ماذا في الصندوق؟ هنا سوف تستخدم مفردات تتعلق بالمدرسة والعاملين فيها أيضا مفردات تتعلق بالأثاث والأدوات المدرسية مفردات تتعلق بالحياة اليومية سوف تميز شكل وصوت الحرف مع الحركة والمد والتنوين أيضا تستخدم الاستفهام والإجابة عنه ماذا وهل وأين هنا عزيز الطالب كما ترى كتاب أصدقاء العربية المستوى الثاني كتاب النشاط وهذا الكتاب هو يدعم كتاب الطالب بأنشطة ممتعة وشيقة كما ترى عزيز الطالب سوف تركب وتقرأ تميز المدود تلعب لعبة عجلة الحروف وعجل الكلمات وغيرها من الأنشطة التفاعلية أما عزيز الطالب عن مشروع الوحدة سيقوم المتعلمون بتوظيف مهاراتهم التواصلية والاجتماعية لعمل بطاقة تعرفية يكتب فيها الطالب اسمه، هواياته، أصدقاؤه، البلاد التي يرغب السفر إليها ضمن مفهوم الشكل وبهذا طلاب الأعزاء نكون قد انتهينا من جولتنا حول الوحدة الأولى للمستوى الثاني شاكر لكم حسنة تعاونكم واستماعكم وطابة أوقاتكم بكل خير